بسم الله ازايكم شباب معاكم صافية وان شاء الله نشرح النهاردة المحاضرة الثالثة في مديول التروما والدرما وهي محاضرة الفاسكولار انجري عند اساس كرياشن الاول بس قبل ما نبدأ يعني الحمدلله احنا خلصنا مديولين فيتو والمديول ده يعني هو بين عليه نحو كويس وبسيط بس حبة يعني ادي نصيحة يعني بالنسبة لمادة الدرما يا جماعة هي المفروض ان هي درجاتها مطمونة على حسب كلام الناس اللي قبلنا يعني ولكن ده ما يمناش ان احنا نعمل علينا ونذكرها فلو حد في نيته ان هو يذكر تروما بس وما يذكرش الدرما ويسيبها للاخر فيعني القرار ده مش هيبقى صح حتى هو عشان بيذكر لنفسه يعني تمام مش بس عشان درجات دي حاجة الحاجة التانية هم ممكن عايزة خالص ما يجيبوش من من الاسئلة يعني المعتادة والكريتيفتي يعني تظهر تمام فنام اللي علينا والدرجات دي بتاعت ربينا ايا الاول كده المحاضرة ديات مقسومة نصين النص الاول هو الفاسكلار انجوري ونص التاني الاكسس كريشن الفاسكلار انجوري من اسمها ده انجوري بيحصل فيه بلد فيسل وكلامي النهاردة هيكون على الارتري تمام يعني حصل انجوري ليه الارتري سواء الانجوري دوت بقى قطع او حدوث بس جست اسبازم يعني حاجة ضغطت من بره على الارتري فبالتالي منعت الدم من ان هو يمشي وحصل اسكيميا مسلا تمام ده معنى الانجوري يعني مش شرط يكون بس قطع تاني حاجة الاسس كريشن يعني ايه هو السنة الفاتد كانوا جايبين كتير عن الجزئية ديت ولكن السنة دي يعني في الكتاب بس يعني بسيطة اسس كريشن دي معناه اي كان دكتور في المحاضرة الاولى بيقول ان اي حد جاي في حادثة مسلا النيرس تلقائي بتركب له كانيولا بريفرال كانيولا يعني تمام فاحنا عايزين بقى ندور على الفين ونحط الايه الكانيولا ديت تمام ده الاسس كريشن هنتكلم يعني في دقتين عنه المحاضرة دي هنتكلم عن كم ايتم كده او الحاجة يعني الانجوري ده بيحصل ازاي تانية حاجة يعني الاشكال اللي بتبع عليه الانجوري تالت حاجة اللي هو السمتوم بقى اللي جاي بيها العيان وربع حاجة هي الكمبيليكيشن بتاع الانجوري ده وبعد كده اللي هنعملها والمانجمنت خطة العلاج اللي احنا نمشي فيها طبعا هو مش كونزيرفتيف هو يكون سيرجيكل آآ بعد كده بقى فيه كومبيليكيشن للعمليات ديت ولا لأه والجزئات الاخيرة بقى هو يعني تمام طيب اول حاجة هو يعني الانجوري ده وتحصل ازاي الاول ممكن يكون مسلا آآ واحد آآ حد عوره بسكينة بمطوع او كده كان فخناء او اتعور فنتيجة لكده حصل انجوري ليه الارتري مسلا دي حاجة ممكن يكون مسلا حصل حدثة آآ بالعربية ولا حاجة آآ فحصل التروما التروما ديت عملت دايريكت انجوري للارتري او مسلا حصل فركشور في البون ولما العظمة ديت اتكسرت آآ عملت انجوري للارتري صح كده تمام فبالنسبة لي الميكانزمة اول حاجة ممكن يكون اوبن اوبن انجوري ممكن يكون تمام كده وممكن يكون ايتروجينيك يعني مسلا دكتور بيعمل عملية آآ والمشرة مسلا عمل انجوري للارتري داوت ممكن يكون مسلا الانترا ارتريال دراج انجيكشن هو الطبيعي اصلا ان بيحصل الانجيكشن في في الفين انترا فينس تمام بس في بعض الاحيان بيبقى في علاك آآ انترا ارتريال تمام زي البرينت يومر والكلام ده تمام آآ ده بيكون يعني آآ مور لايبل لحدوث الانجوري بتاع الارتري يعني خلاص آآ بالنسبة للأوبن انجوري يعني ايه اوبن يعني بيكون آآ جرح آآ انا شايفة بعيني آآ تمام جرح يعني انما بقى الكلوز ده بيكون آآ المشكلة جوة يعني خلاص كده آآ الاوبن انجوري زي ما احنا قلنا ممكن تكون آآ مثلا حد اضرب حد بمطوى بسكينة برصاصة تمام فاحنا هنقسمها لهاي فيلوسيتي وآآ آآ لو فيلوسيتي زي الكلمات دي اللي هي الميسلز دي معناها صاروخ يعني اللي هي برضو البوليت او قنابل مسلا تمام اما اللو فيلوسيتي زي الايه زي سكينة او مطوى او كده الفرق ما بين الهاي فيلوسيتي واللو فيلوسيتي ده تقريبا بيبقى راجع الاسبيد الكينيتك آآ آآ انرجي تمام او الاسبيد يعني بتاع المتاريال ديت تمام فاحنا مناش دعوة زي ايه زي القنابل زي البوليت تمام اللو فيلوسيتي زي السكينة خلاص طيب ده بالنسبة لي بالنسبة بقى لي تمام آآ ده بيكون جرحة من جوة نتيجة ايه ده دايما بيحصل في الحوادث تمام آآ آآ هي اما الخبطة عملت دايركت انجوري للفيسل او مسلا حصل في العضمة والعضمة هي اللي عملت الانجوري يعني خلاص 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 كده ده اول جزئية لو الميكانيزم طيب هو حصل انجوري واتقطع الارتري بقى الاشكال اللي هيبقى عليه الانجوري دوت ايه اللي هي الطايبس يعني آآ طبعا اول حاجة ممكن يكون وز تير تمام زي ما قلنا ممكن يكون قطع ممكن يكون جستس بازم تمام حاجة ضغط عليه تمام او في عندنا تالت حاجة اسمها آآ كونتيوجن معه اول حاجة وز تير القطع ده هل القطع دوت آآ قطع كامل ولا قطع مش كامل يعني هل هو كومبيليت ولا مش كومبيليت لو كان قطع كامل يعني اهو ادي كده الارتري تمام هيبقى تقطع بالطريقة ديت قطع مش كامل هيبقى كده تمام ده القطع المش كامل يعني تمام فالان الان كومبيليت ده ده اللي هو الايه اللي هو زي ما بنقول بارشل يعني آآ اما الكمبيليت بيبقى قطع كامل طيب القطع كامل ده ادي الارتري تمام فلما يتقطع من الناحيتين اه الناحيتين هيحصل لهم تمام هيلموا على بعض كده فالجزء ده هيتقفل والجزء ده كمان هيتقفل تمام كده فبالتالي هيحصل ايه هيحصل اسكيميا ولا هامريج لما دول يتقفلوا كده الدم مش هيخرج فمش هيحصل هامريج تمام هيحصل اسكيميا تمام فبالنسبة للكمبيليت طبعا هيحصل ان الاطراف هيحصل لها ريتريكشن تمام وتبقى ثرمبوتك كده تعمل زي جلطة كده الدم هيتقلط على النهايتين فتقفلوا فبالتالي يبقى في اسكيميا اكتر من ايه من هامريج اما بقى الانكمبيليت بالنسبة للفتحة دي تمام هيحصل لها ايه هيحصل لها برضو ريتريكشن عايزة خالص تمام فلما يحصل لها ريتريكشن دي تخش على جوه كده ودي تخش على جوه كده تمام فالفتحة تكبر يعني انا مش عارفة مثلها قوي بس هو نتيجة الريتريكشن ده الجاب هتكبر تمام هيحصل ويدنينج في الجاب لما الجاب تكبر هيبقى فيه مساحة اكبر لخروج الدم تمام فيحصل هامريج خلص يبقى كده فيه فرما بين الكمبيليت والانكمبيليت الكمبيليت الطرفين هيحصل لهم ريتريكشن ويحصل ثرمبوزيس تمام فبالتالي يبقى سكيميا اكتر من هامريج اما بقى الانكمبيليت هيحصل ويدنينج للجاب فبالتالي يبقى فيه هامريج تمام طيب في حاجات تانية بتحصل معا الانكمبيليت زي ايه احنا اتفقنا ان ان غربص اللون الريخم ده زي ما قلنا ده كده اا ده كده بلود بيسل تمام ده بارشل صح كده وقلنا ان ده انكمبيليت فبالتالي يبقى فيه هامريج اكتر من اسكيميا تمام طيب ايه تانية ممكن يحصل مع الانكمبيليت ممكن يحصل ايه ممكن يحصل هيماتومة تتجمع على المنطقة دي كده هيماتومة تمام الهيماتومة دي بتعمل زي اا انيورزم والانيورزم هنا مش بيكون ايه الفرق ما بين ايه الفرق وال ايه بتبقى كده تمام ده الول ده الول بتاع البلود بيسل وادي الايه الانيورزم تحت الول تمام كده اما هنا ده الول اهو خلاص ودي كده الايه الانيورزم مفيش فوقيها وال بتاع بلود بيسل خلاص يبقى الترو انيورزم بتبقى ااا داخل الول اما الفلتس انيورزم بتبقى عليه من فوق فهي بتعمل فلتس انيورزم خلاص طيب كمان في الانكمبيليت زاكر نقطة اا بيقل فيها ايه بيقول ان الانجر اللي حصل في الارتري ممكن يعمل انجر في الفين اللي جنبه فبالتالي يفتح في استلامة بين الارتري والفين. تمام? يبقى كده الارتري داخل على الفين. يعني مسلا ده كده ايه? خلاص. وده فين. مسلا يعني. فالاتنين يفتحوا على بعض. خلاص? المفروض ان الضغط في الارتري بيكون اعلى من الضغط في الفين. فبالتالي الدم هينتقل من الارتري للفين. تمام? فالدم اللي هيوصل للتشو هيقل. فيحصل اسكيميا. تمام? طيب. يبقى نقرأ كده. اول حاجة بالنسبة للتير. احنا قلنا اما يكون كومبليت. ياما يكون ان كومبليت. الكمبليت اكتر حاجة بتبقى معي الاسكيميا. تمام? اما الان كومبليت بيجي بيه همرج. طيب. بالنسبة بقى ليه الان كومبليت بيبقى معي بلسطين الهيماتومة. والهيماتومة ديها بتعمل اه تمام? وبتعمل اه فستولة ما بين الايه? الارتري والفين. خلاص كده? طيب. ده بالنسبة لأول شكل اللي هو يبقى فيه قطع. تمام? الشكل التاني اللي بيبقى عليه الانجري هو الاسبازم. جست اسبازم. اسبازم بقى اللي هو ايه مثلا? هو عمل حادثة في الطريق. تمام? اه فحصل فركشر في البون. اه العظمة ديها مثلا ضغطت على الارتري تمام? فحصل اسبازم. فهيجيب همرج ولا اسكيميا? هو محصلش فيه تيرنج ولا اي حاجة. فهيبقى فيه اسكيميا. تمام كده? طيب. يبقى هو بريزينت باي اسكيميا. خلاص? وما ينفعش ان انا احكم على المشكلة ديه ان هي اسبازم الا لما عمل اكسكلوجن للا ايه? للا اخر الاخر طيب ده. خلاص طالما عملت اكسكلوجن الاخر طيب اقدر احكم ان ده اسبازم. تمام كده? طيب. تالت نوع بقى اللي هو الكنتيوجن واثرومبوزيس. كنتيوجن واثرومبوزيس ده بالمناسبة هو اه اشهر طيب. تمام? يبقى اشهر طيب هو الكنتيوجن واثرومبوزيس. وده بيحصل في الحوارث الاكسيدنت. بيبقى برضو فيه اه عضمتين مسلا وما بينهم بلوت فيسل. تمام? اه العضمتين حصل مسلا ديس لوكيشن فضغطوا على بلوت فيسل ما بينهم فضمروه حرفيا. يعني فتتو. تمام? فنتيجة التفتيت الديت. ممكن تعمل آآ ثرومبوزيس. تمام? فيسد البلوت فيسل الاساسي فيعمل اسكيميا. خلاص? طيب. انا جالي شخص مسلا آآ وشكيت فيزبازم. وآآ ممكن برضو يبقى عنده كونتيوجن. لازم من الاول اعمل واعمل عشان اقدر احكم واقول ان ده زبازم. خلاص كده? يبقى احنا كده خلصنا اول اول حاجة اللي هو الميكانيزم. تمام? آآ يا اما اوبن يا اما كلوزي اما ايتروجينيكي اما آآ عن طريق دواء. آآ او اللي هو يعني الانترا ارتيريال دراج انجيكشن. وتاني حاجة خلصنا آآ وستير وممكن يكون ممكن يكون مع ثرومبوزيس. آآ تالت نقطة بقى وهي اللي هي السمتوم بقى اللي بيجي بها العيين. تمام? آآ احنا عندنا فيه عندنا هارد هارد سمتومز. وفيه سوفت سمتومز. تمام? الهارد ساينز. آآ اسفة هو ساينز مش سمتوم يعني. تمام? هو مش بيشتكي منها. هو حاجة انا بشوفها عليه يعني. فهارد ساينز وعندنا سوفت ساينز. تمام? الهارد ساينز دي من اسمع. آآ اول ما شوفها على العيين يبقى على طول ده بيعمل لحدوث آآ انجري في في الارتري دوت. تمام? اما سوفت ساينز آآ مش بالضرورة تعمل للانجري بتاع الارتري. آآ ممكن يكون حاجة تانية. خلاص كده. فبالتالي انا لو عملت هعمل عشان ااكد بيها الهارد ولا صوفت. هعمل في حالات الصوفت. خلاص كده? طيب. الهارد ساين بقى زي ايه? آآ زي مسلا اول حاجة اللي هو الايه? اللي هو الاكيوت اسكيميك مانفستيشن. تمام? لو عنده المانفستيشن بتاع الاسكيميا. وايه المانفستيشن بتاع الاسكيميا? آآ اول حاجة عندنا البين. تمام كده? نتيجة الدد تشو. بيبقى عنده واجع في المنطقة ديت. تمام? تاني حاجة آآ بيلور. بيبقى المكان ده مش مش فلاشد كده. بيبقى بيلور. آآ تالت حاجة آآ باراثيزيا وباراليسيز يعني مش حاسس بيه. تمام كده? آآ كمان بيبقى فيه بور آآ كابلاري ريفلينج. يعني ايه بور آآ كابلاري ريفلينج? يعني المفروض مسلا لما بنتعور في ايدينا ولا حاجة? بنضغط على المكانة اللي متعورين فيه ولما نشيل ايدينا الدم يرجع تاني. تمام? آآ في الحالة دي اللي هو الاسكيميا مش بيحصل آآ كابلاري ريفلينج خلاص? دي كده اول نقطة اللي هو آآ تاني حاجة اللي هو بلسطي الهيماتومة. آآ زي ما قلنا قبل كده بلسطي الهيماتومة ديت. بتبقى موجودة مع ايه? بتبقى موجودة مع الانكمبيليت تير. تمام كده? اول ما لايه ان فيه هيماتومة وبتبلسيت. آآ يبقى ده معناه ان فيه آآ حصل انجر فيه الارتوري. تمام? واتكون هيماتومة. بتيحصل البلسيشن مع الايه? مع الفلوينج بتاع الدم. تمام كده? طيب. آآ تالت حاجة اللي هو آآ بربابل ثريل وآآ بروي تمام? البروي ده بيتسمع. اما بالنسبة لي الثريل بيتحس. تمام? آآ لما احس الثريل او اسمع البروي ده معناه ان فيه آآ في السيركوليشن يعني خلاص? فده برضو انديكيشن لحدوث آآ خلاص? آآ ايه تاني? في عندنا لصف ديستال بلسيتنك. آآ ازاي? دلوقتي انا عندي مسلا بلاد فيسل هوات واتقطعة مسلا خلاص? مفروض الدم ده اتجاهه. فلما يحصل القطع ده خلاص هنا مش هيبقى فيه بلسيتن. يبقى لصف بلسيتن في خلاص? آآ ايه تاني? في عندنا طبعا آآ حد جاي مضروب بمطوع ولا حاجة? وجاي عمل ينزف. بينزف ليه? لاني حصل انجري في آآ آآ مسلا بلاد فيسل خلاص كده. فديه يبقى اول حاجة عندنا تمام? بلسطة الهيمراج. آآ نتيجة حدوث انجري في الارتري. تاني حاجة لصف بلسطة البلسيتنك. تالت حاجة الاكيد اسكميك مانفستيشن والهيماتومة بتكون البلسيتنك. والثريل والبروي. تمام كده? دي الهارد ساين. آآ بالنسبة بقى للسوفت ساين. آآ دي ليسس بالسفق زي ما قلنا. آآ فبنحتاج بعد كده نأكد بآ آآ زي ايه بقى? زي لو لقينا هيماتومة. ولكن اللي هيماتومة ديت آآ آآ بلسيتنك ونط تمام كده? وبتكون صغيرة ومدرت في الصيز بتاع. آآ فده مش انديكيشن لحدوث انجري. يعني هي جسط هيماتومة. تمام? آآ تاني حاجة نلاقي ان في آآ مثلا حدوثة في جرح مسلا بس الجرح ده ما فيش لاني دي هارد ساين. هو بس جسط كده تمام? آآ انا شك في الحالة دي ان في آآ ولكن مش بالضرورة. تمام? طيب ايه تاني? ايه تاني خلينا شك ان في آآ حدوث آآ نرف انجري. تمام? النرف بيبقى ماشي جنبه آآ فممكن يحصل مع حدوث مثلا آآ ولكن برضو مش بالضرورة. تمام? فاحتاج اعمل عشان اتأكد. ايه تاني? آآ تمام? آآ وبعد كده وقف يعني يقول ان كان فيه نزيف وبعد كده وقف. ويف ده ممكن يكون مثلا انديكيشن لحدوث اسكيميا معينة آآ فبرضو ده يدخلني في سكة ان حصل انجري في البلاث فيسل ده آآ وآآ ممكن نكون دخلين على اسكيميا مثلا تمام? او مثلا فيه هستوري او في ايه او مش هستوري بقى الشخص جاي بشوك تمام كده آآ واصلا الحالة اللي هو عليه ما تستديش انه هو يدخل في شوك. فده معناه ان فيه مشكلة جوه اكبر ممكن يكون آآ ولا حاجة. تمام? فبرضو ده يدخلني في سكة ان ممكن يبقى في آآ مشكلة في جوه. تمام? ايه تاني? الكلمة دي احنا ذكرناها مع الاكيوت آآ آآ اسكيميك مانفستيشن. تمام? بس الاكيوت اسكيميك مانفستيشن بتبقى باكي تجي على بعضها كده. آآ لكن لو لقيت واحدة منهم بس وهي الديليت كابلاري فيلنج تايم فدي صوفت مانفستيشن. خلاص كده عشان بس ما نطوش في النقط ديت. الصوفت مانفستيشن او الصوفت ساينز. آآ اول حاجة عندنا آآ هيماتومة نط بلسيتنج. تمام? وصغيرة او مدريت في بتاعها. تاني حاجة وما فيش اكسترنال بليدينج. تمام? آآ تالت حاجة ان فيه نيرف آآ حصل فيه مشكلة. وهيستري اوف بليدينج وبعد كده وقف. آآ او آآ حالة شوك وآآ ما تستدعيش الشوك يعني فممكن تبقى فيه مشكلة جوه اكبر. والآآ كابلاري فيلنج آآ حصل فيه دليد يعني. خلاص كده. آآ تأخر او آآ بور. آآ طيب. كده احنا خلصنا الاي? خلصنا الفيتشرز او الساينز اللي بيجي بيها العين. آآ ايه بقى? النتجة عن آآ طبعا زي ما قلنا انه ممكن الشخص دوت يجي بهيمريج وممكن يجي بسكمية. هو في معظم الاحيان بيجي بسكمية تمام? آآ ولكن في حالة واحدة وهو الايه? هو الكمبيليت تير تمام? طيب ايه هي بقى الكمبيليكيشن? آآ احنا عندنا تلاتة كومبيليكيشن. اول حاجة اسكمية تمام? طبعا آآ بلاط بسل تقطع فيحصل اسكمية في التشوف. تاني حاجة يحصل الهيماتومة والهيماتومة دي احنا تكلمنا عنها مع الانكمبيليت تير تمام كده. كمان في المصل آآ الارتري ده بيغزيع فممكن يحصل فيها كومبيليكيشن برضو. يبقى تلات حاجات. اول حاجة الاسكمية. والاسكمية دي تدخلني في جنجرين وبعد كده يحصل بقى بطر ولا حاجة لقدر الله. آآ تاني حاجة هيماتومة تمام? الهيماتومة زي ما قلنا بتعمل انيوريزم. والانيوريزم ده بيكون فلس انيوريزم تمام? ممكن يحصل فيستيلا ما بين الايه? الارتري والفين. وآآ نتيجة الفستيلا ديت الدم يتشفت من الارتري للفين فيحصل فاريكوزيس اللي هو الدوالي تمام كده? ونتيجة لان الدم بيتشفت من الارتري الفين مش بيروح لتشو يحصل اسكمية فتشو برضو خلاص كده. طيب تلات حاجة الماصل بقى. طبعا العضلة بتتغذى بارتري. ولكن في حاجة اسمها كولاتريلز زي ما احنا عارفين. آآ لو حصل انسداد في ارتري معين الكولاتريلز ديت بتتفتح. فلو في جود كولاتريل عند الشخص ده آآ ما بيحصلش جنجرين تمام? لو في باد كولاتريل بيحصل ويت جنجرين مش دراي تمام? لو في جود كولاتريل بيحصل بس جست كونتراكشور. كونتراكشور ده اللي هو ايه? ان العضلة بتكش. بتبقى يعني بتصغر. بتكونتراكت يعني تمام? آآ ده بنسميه الفولكمان اسكميك. تمام? هبقى ابعت لكم سورة ليها يعني. آآ بيبقى في فليكشن للتوس كده والرست. تمام? آآ فده بنسميه الايه? الكونتراكشور وده في حالة الجود كولاتريل. تمام? آآ فهو قضاء اخافة من قضاء يعني. اما بالنسبة بقى للبيت كولاتريل بيبقى ويت جنجرين. ممكن يجي في الامسي كيو وقل دراي. الا هو مش دراي. هو ويت بيكون مصاحب ببكتيري الانفكشن. بيبقى فيه للايه للبلود في المكان ده. خلاص كده. فالكمبليكيشن اول حاجة اكيوت اسكمية. اكيوت ها? آآ تاني حاجة هيماتومة. وبتعمل انيوريزم بيكون فولس ويحصل في السيلة. تارت حاجة آآ مشاكل في المواصل يعني. آآ بعد كده هنتكلم عن الانفكشن. واحنا قلنا ان الانفكشن دي بطلبها بس في حالات الايه? في حالات السوفت ساينز. تمام? انما الهورد لا على طول بتدخل بعملية يعني. آآ فبالنسبة الانفكشن بتاع السوفت ساين. اول حاجة لو الشخص ده شوك. آآ يبقى ما بعملش بقى انفكشن. انا بعمل منجمنت للشوك ده. لان دي حالة طبعا لايف يعني خلاص. فانا بعمل منجمنت للشوك الاول وبعد كده بقى بعمله آآ ارتيريو جرافي يعني خلاص كده. يبقى لو في شوك آآ بعمل آآ منجمنت للشوك. تمام? طيب. آآ ايه تاني بعمله? بعمل انجيو جرافي تمام? بصور الايه? الارتري دوت. آآ بصبغة. فدي المستأكريت يعني. دي اللي بتقدر تحدلي الليجين وكده. آآ كمان الدبلر وده بيتعامل اكتر يعني. واكسري. اكسري عشان لو فيه مثلا عظمة مكسرة ولا حاجة. اقدر اشوف ها وكده. واشوف برضو هي عاملة مشاكل ولا ايه. تمام? آآ فاول حاجة الانجيو جرافي وده المستأكريت. احنا اتكلمنا عن اتنين مست في المحاضرة. اول حاجة المستكامن طيب وهو الايه? وهو الكونتيوجن مع ثرومبوزيس. وده اللي بيحصل في الحوارس لان الحوارس دي اشهر اشهر حاجة الاصلون. تمام? آآ اشهر سبب للوفاة. آآ بعد كده تاني حاجة المستأكريت انفستيجيشن هو الانجيو جرافي. تمام? آآ طيب ده بالنسبة للانفستيجيشن. آآ بالنسبة بقى للمانشمنت الاول اول ما العيان يجي كده. بسم الله الرحمن الرحيم تمام? آآ والنرسي زي ما قلنا بتركب له كانيلا عشان يعوض الهيمرج اللي حصل ده. تمام? كده? بريفريل كانيلا يعني. تاني حاجة لو الشخص ده بقى بقدر ان انا اخد منه هستوري. تمام? واعمل له اللازمة عشان بعد كده اعمله ايه? آآ دخله في الترشري اللي هو اعمله يعني. تمام? آآ طيب عايزين بقى نتعامل مع الترومة ديت هنتعامل معها ازاي? آآ لو كانت الترومة دي اوبن ولو كانت الترومة دي كلوزد. تمام? اوبن زي ما قلنا اللي هو بيحصل بهايي فيلوسيتي او لو فيلوسيتي تمام? آآ مثلا بسبب آآ سكينة مطوى بسبب آآ بولت وهي كزا. آآ بنتعامل معها ازاي بقى? اول حاجة ان احنا بننضف الجرح ده بسالين. تمام? آآ انا عايزة اصلح الارتري ماليش دعوة بالايه? يعني انا كلامي كله على الارتري دلوقتي. انا عايزة اوصل للارتري عشان اصلحه. تمام? فالاول انا قدامي الجرح الجرح ده هاعقامه بسالين. تمام? هنضفه بسالين. تمام? تاني حاجة اللي هو اشيل الحاجات اللي هي ايه? الحاجات اللي مالهاش لازم يعني. الحاجات اللي هي ماتت يعني. تمام? في الواند. اللي هو انضف الجرح يعني. بعد كده تالت حاجة افتح كده فتحة آآ من عند الاجز بتاع الجرح. آآ واحد او اتنين صنص بكتير. تمام? آآ بعد كده اوصل اللاديفة اشياء افتحها. وانمصل لو كانت دد اشيلها. وعارف ان هي دد ازاي بتبقى بلوش انكلر ومش بتكون تريكت. تمام? ومش بتطلعش دمي يعني. آآ لو حصل فيها قط. خلص? طيب. آآ النرف بقى النرف لو حصل فيه مشكلة. بعلمه بسلك اسود. وبعد كده بعمله ايه? بعمله 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 بعدين. يعني هو مش الهدف بتاع دلوقتي. لاني اولا النرف لما بيتقطع آآ الريبير بتاعه بيبقى صعب جدا في الاول. فاعمله دليت ريبير او ممكن اعمله عادي برايمري ريبير يعني. خلاص? آآ وبعد كده اوصل بقى للارتري. اشوف بقى الارتري دوت حصل في ايه? وازبطه. تمام كده? ده بالنسبة ليه الاوبن. يبقى اول حاجة يعني الاوبن انظف الجرح. تمام كده? وافتح فتحة كده وافتح الفشية. وبعد كده المصل لو كانت دد اشيلها. وبعد كده النارف دوت اعلمه بسلك اسود. آآ واسيبه البعدين او ممكن عادي برايمري ريبير يعني. تمام كده? ده بالنسبة للأوبنت. بالنسبة بقى للكلوز يعني هي حاجة مش واضحة لي. تمام? آآ اعمل ايه بقى? طبعا لو كان مسلا فيه فراكشر في العضم ولا حاجة اعمله ريداكشن. ارد العضم اللي متكسر دوت واستنى لمدة تلت ساعة. ممكن يكون العضمية ديت ضغطة على البلد فيسل. تمام? فعملت ازبازم. آآ فبعد تلت ساعة لو حصل آآ طيب آآ لو حصل بقى لو حصل ان البلس رجع تاني. واصلا كده كده لو حصل ازبازم فالبلس في مش هيكون موجود. تمام كده? آآ لكن لو البلس رجع تاني يبقى خلاص مش هفتح. تمام? آآ لكن لو عملت واستنيت التساعة والبلس مرجعش يبقى لازم اعمل بقى افتح. واشوف المشكلة فين. تمام? ممكن يكون حصل ازبازم بس الازبازم دوت ما فكش. تمام? آآ ممكن يكون عندي آآ بارشال تير. ممكن يكون عندي كومبليت تير. ممكن يكون عندي كونتيوجن. ابدأ بقى اصلح لقيه المشكلة ديت. تبعا لقيه للطيب النوع. بعد ما عمل اكسبلوريشن. لو كان ازبازم آآ وما فكش بعد تلت ساعة. وعملت اكسبلوريشن ولقيت جست زبازم ولكن ما فيش اي قطع في البلوت فيسل. ابدأ اتعامل معه ازاي? اول حاجة ان انا عمله يعني افصله عن التشو اللي حواليه. تمام? الارتري دوت. وادخل في آآ بابا فارين. بابا فارين دوت. آآ تمام? آآ فالزبازم دوت المفروض يفك. آآ لو ما حصلش. اعمل ايه? اعمل آآ اقطع المنطقة من عند الازبازم. تمام? يعني هو حصل مثلا كده زي كده. اقطع المنطقة دي كده. خلاص? وحط مكان القطع وخيط. تمام? ولكن القطع بتاع هيكون آآ اوبليك يعني مش هقطعه كده بال بالعرض كده سيركلر. لا انا مش هقطع كده. انا هقطع اوبليك. خلاص? ليه? لاني ممكن نتيجة الخياطة لو انا خيطت سيركلر يحصل نتيجة الخياطة ديت آآ ازبازم في النص. فبالتالي اعمل ازبازم تاني ومش ده لهدف يعني. آآ ما علينا يعني. المهم ان انا آآ بعمل ايه? بعمل تلات حاجات. اول حاجة ان انا بعمل له ديستيكشن. آآ وادخل بابا فارين وده عبارة عن بازو دا ليتور. آآ لو ما انفعش اعمل فورس بالبقى عن طريق كاثيتوريزيشن. بدخل كاثيتور بنسميها فجارتي آآ دي بتوسع آآ 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 تالت حاجة لو ما انفعش بقى بقى بقطع المكان ده وحط تمام كده في النص واخياتها تاني. ده بالنسبة لي بعد طيب آآ لو عملت ولاقيت ان فيه تير والتير دوت على حسب بقى القطع دوت قطع كبير ولا قطع صغير هو كده تمام كده? ده كده قطع صغير ده كده آآ قطع كبير. تمام? آآ طيب. لو هو قطع صغير آآ آآ اخياته عادي. اخياته ببرولين. ده نوع اخيت يعني آآ آآ ابزربابل. وآآ آآ ممكن ان انا اجيب آآ باتش كده آآ رؤعة من نافين. وحطها مكان القطع واخيات. طب لو بقى القطع ده كبير يبقى هعامل البارشال تير ده على اساس انه هو كومبليت. تمام? بالراحة يبقى لو بارشال القطع صغير اخياته. لو القطع كبير هتعامل معاه كأنه كومبليت. طيب ايه التعامل بتاعي في حالة الكمبليت? الكمبليت اللي هو بيبقى كده. تمام? هتعامل معاه ازاي آآ عن طريق يعني اوصل الجزئين دول ببعض. تمام? او عن طريق ان انا احط هنا جريفت واخياتهم ببعض. خلاص كده. آآ يبقى اول حاجة عن طريق الانستموزس او عن طريق اللي ايه الجريفت. يبقى هعمل انستموزس وجريفت في حالتين. الحالة الاولى كومبليت تير. الحالة التانية برشل او برشل آآ بس يكون القطع كبير. طب آآ لو عملتك سبلوريشن ولقيت ان فيه يعني فيه كده متكسرة من البلوت فيسل ده وفيه ثرومبوزوس. هعمل ايه? طبعا هشيل السيجمينت ديت. تمام? وحط جريفت واخيط. تمام? بسيطة جدا. يبقى لو كان الجرح دوت مفتوح هشتغل على الواند. ها هزبط الجرح واعقامه مش عارفت ايه. وهشيل الدد مصل. وزبط الايه اللي عندي ده. طب لو كولوز ده بقى. هعمل ريدوكشن. تمام? للعظمة ديت. واستنت التساعة. آآ البلس رجع يبقى الحمد الله مش هفتح ولا اي حاجة. مرجعش هفتح بقى. وبناء على الطيب هشتغل. تمام? طيب. بعد ما اخلص الريبير بتاعي بقى واعمل العملية بتحتي. آآ هعمل ايه? هدي هبارين. ليه هدي هبارين ده انتيكو اجيلند. لاني ممكن نتيجة الخياطة اللي انا خيطها ديت يتكون ثرومبوزوس. لاني دي بتكون رف طبعا. تمام? فهبارين عشان امنع تكون الجلطات. تاني حاجة آآ فاشيوتومي ديت. يعني ايه? يعني ان انا اقطع الفشل حوالين البلوت فيسل. ليه? لاني المفروض بعد حدوث الحدثة مثلا. آآ حصل اسكيميا في التشو تمام? فبالتالي ما كانش في آآ برفيوجن واصل للتشو ده. فالاكسجين قال. فحصل انيروبك آآ آآ تنفس لهوائي يعني. فكون لكتك اسد. فانا لما جيت عشان اعمل ريبير. اصلح. الدم رجع تاني. فالدم ده هيعمل ايه? هيعمل ووش لللاكتك اسد ده. تمام? فآآ ادي كده البلوت فيسل وحواليها فاشية. تمام? وطبعا ده كله ايه? دي الماصل مسلا. فهو عمل ووش يبدأ بقى ان هو يعمل ايه? يعمل في الماصل. ده بنسميه آآ كومبارتمنت سندروم. تمام? فانا عايزة اتفادة ده باني اقطع الفشة ديت. تمام? اللي حوالين البلوت فيسل. عشان لما يحصل في الماصل ما تضغطش على الايم على الارتري ويحصل اسبازم. تمام كده? يبقى الفشة تومي ديت عشان اتجنب آآ مشكلة الاسبازم اللي بيحصل في الارتري نتيجة الكمبارتمنت سندروم. تمام كده? وعرفنا ايه سبب الكمبارتمنت سندروم دوت. خلاص طيب. آآ طبعا الشخص ده ممكن يبقى جايلي بآآ واند ولا حاجة. آآ ازبط الايه الجرح اللي عنده بجرافت. تمام? وقدي له انتيبيوتك عشان ما يحصلش انفكشن. تمام? كده ديجوز ايت المانجمنت اللي هو التريتنينت يعني. آآ طيب. ايه هي بقى الكمبيليكيشن آآ بتاعت العملية. يعني انا خلاص آآ صلحت المشكلة بس ممكن يحصل كومبيليكيشن تمام? آآ انا عملت الاول فيه كان فيه الاول كومبيليكيشن بس كومبيليكيشن للانجري دي بقى كومبيليكيشن للربير. هنقسمها لتلاتة. يعني وانا في غرفة العمليات يعني بعدها بيوم ولا حاجة وليت يعني بعدها بفترة. يعني آآ على طول وانا بشتغل حصل في مشكلة. مشكلة دي ممكن تكون مثلا. تمام? ممكن مسلا تكون مشكلة دي آآ كنتيوجن آآ ففيه كده فتعمل ثرومبوس. خلاص? اتعامل معها ازاي? اشيال الثرومبوس. تمام? تاني حاجة المشكلة اللي انا قلت عليها اللي هو يحصل في المصل يعني نتيجة ان الدم رجع يشتغل تاني فعمل ووش لللاكتك اسد اللي تكون في المصل. تمام? فدي مشكلة. ابدأ ان انا اعمل ايه بقى فاشيتومي في الحالة ديت? خلاص? طيب الار اللي بقى يعني بعدها بيوم ولا حاجة. يحصل ان الثرومبوس مسلا تكونت في الارتري آآ انتقلت للفين. تمام? بعدها بيوم ولا حاجة. خلاص? طيب ممكن يحصل انفكشن مسلا نتيجة ايه? نتيجة ان ما مشتغلتش على الانتيبيتك ما اخدتش الانتيبيتك او مثلا شورت كورس ولا حاجة. خلاص? طيب ممكن كمان الخياطة اللي انا خياطات فك. فيحصل هامريج. تمام? ده الارلي. طب الليت بقى. ممكن يحصل ان الفش اللي انا حطيتها ديت تمام? يعني انا حطيت هنا فش. الفشة دي تكون تحتها دم فيحصل ايه? يحصل آآ آآ انيوريزم مسلا. تمام كده? في الفين جرافتي ديت. خلاص? طيب ممكن يحصل مسلا ايه? آآ يتكون آآ ثرومبوس في الفين آآ وتسد الفين خلاص فيحصل كورونيك فينس انسوفيشنسي. تمام كده? نتيجة الثرومبوس المتكونة دي. بانا يبقى دي تمام? طيب. اما بقى لو ديت قفلت الفين بحيس حصل كورونيك فينس انسوفيشنسي. يبقى ده كده آآ يبقى دي كده تمام كده? طيب كده احنا خلصنا الجزء الاكبر. تمام? فضيل لنا بس الجزء ده. الجزء الحتة ديت يعني. آآ اول بقى ما العين يجي كده احنا عايزين نركب له وبريفرال آآ آآ عشان نعوض اللي هو فقده. تمام? آآ مدينا كده شوية نقطة انا معرفش قصلا ايه اهمية الحتة ديت بس ماشي. آآ بيقول ايه? بيقول ان آآ بيبقى نتيجة اللي هو اي بي سي دي وان انا عمله دياجنوز سليم وان انا تدخل بسرعة. تمام? صحي كده. طيب تاني حاجة بيقول ان آآ في معظم الانجرس اللي بتحصل آآ بنحط لارج بريفرال آآ انترا فينس لاين. تمام? اللي هي ايه? اللي هي الكانيولة يعني. بنحط قد ايه? بنحط اتنين. والاتنين دول بيكونوا صفشانت ان هما آآ يعوضوا الشخص بالفوليوم يعني. تمام كده? طيب. فحالات بقى الجريت الجريت ترومة الخبطات الكبيرة وكده. آآ مش بنكتفي باتنين بريفرال. لأ بنحتاج ان احنا نحط سنترال لاين يعني اللي هو عند جاجلر فين كده. آآ لو حد شايف عينين الرينل. آآ دياليسز وكده بيبقى حطين كانيولة عند رقابتهم. ده السنترال لاينز. تمام? آآ كمان بنقول ان في حالات الكولابسة فين يعني مسلا لو شخص ده جاي شوك. آآ بتبقى الفينز بتاعته مش واضحة. آآ فبيبقى في تكنيكس تانية آآ الترنيتف يعني بتبقى ايه الدكاترة متضربة عليها في الحالات ديت. تمام? دي حالات نادرة يعني لو كان الشخص ده شبت. تمام? كده ببقى فيه آآ آآ تكنيكس تمام? آآ بس كده وبعد كده بقى بيقول ان الجراح العام هو اللي بيبقى مسؤوله مش عارفتي وكده يعني. آآ المحاضرة دي خلصة طوت وآآ كانت محاضرة لذيذة يعني. اتكلمنا عن الميكانيزم وتكلمنا عن الطايبس. وبعد كده اتكلمنا عن الكلينيكال فيتشرز تمام? اللي هو الهارد والسوفت وقلنا ان الانفستيكيشن بنعملها للسوفت. وانا ان المستأكرة هو تمام? ولكن اللي بتعمل اكتر والارخص هو الدبلر. آآ وعرفنا التعامل بتاعي يكون بناء على آآ اول حاجة هل هو ولا ولو ولو هنعمل ايه في الاول? هنعمل وبعد كده نستنى تلت ساعة. آآ لو ما حصلش ان رجع نعمل تمام كده? وبعد كده بقى لقينا ان فيه حصلت آآ بعد الريبير اما او ايرلي او تمام? وبعد الكمبيليكيشن بقى عرفنا جزئية الايه الاسس. تمام? آآ كده محاضرة خلصت وآآ لو فيه بقى اي حاجة محتاجين تسأل فيها يعني آآ سأله. وآآ شكرا جدا.